النهاردة هنتكلم عن اول درس عندنا اللي هو بيتكلم بعنوان الدوق. الدوق هو الطاقة التي يمكن رؤياتها وتسمى بالطيف المرئي. الدوق ده عبارة عن طاقة. زي ما اخذنا في سنة الرابعة السنة اللي فاتت الطاقة وكان انواعها الطاقة الحركية والطاقة الصوتية والطاقة الميكانيكية. عندنا هنا النهاردة نتكلم عن الدوق. والدوق ده برضو في حد زيته طاقة. وبيمكن رؤياتها. يعني بقدر اشوفه. وعشان كده بتسمى بالطيف المرئي. طيب. انا عندي اولاد مصادر الدوق نعين. مصادر الدوق نعين. عندي مصادر طبيعية يعني ربنا خلقها. ومصادر صناعية اللي هو الانسان عملها. مصادر طبيعية تعالك انا نفكر ونشوف الحاجات اللي بتنور او بتطلع دوق. ربنا خلقها هنا. هنلاقي مسلا زي الشمس. والشمس دي اول حاجة نورت على سطح كوكب الارض. الشمس هي المصدر الاساسي للدوق على سطح الارض. كمان من ضمن الحاجات اللي بيتنور هو دوق الامر. بس الامر جسم ما ببينورش. بس هو بيطلع دوق. مصدر من مصادر الدوق. بس ليلا. ليه? لان هو انعكاس لدوق الشمس الساكت عليه. بيعكس دوق الشمس. زي بالزبط كده لو انت جابت مراية. واقف مثلا في مكان كده في دوق في الشمس. وبتعكس المراية ديت على مثلا اخوك او واحد صاحبك بعيد عنك. فصاحبك ده لما بيبص لك. ويبص الايدك. يلاقي ان ايدك هي اللي بتطلع الدوق. او المراية هي اللي بتطلع الدوق. وده طبعا محصلش. هي المراية اخد الدوق الشمس وعكسته على الاتجاه اللي انت وجهته لها. فعلشان كده وضوء الامر وانعكاس لدوق الشمس الساكت عليه. كمان من ضمن الحاجات اللي بتطلع الدوق او مصدر الدوق مصادر الدوق الطبيعية هي النجوم. طب تعالى بقى نعرف المصادر الصناعية اللي الانسان عملها. عندك مثلا زي النار والشامعة كشاف البطارية المصباح الكهرابي ومصباح الكيروسي اللي هي مثلا اللمب الجاز. طب تعالى كده نشوف المحاور اللي هنمشي عليها طول الدرس ده. خواص الدوق. يعني ايه خواص الدوق؟ يعني صفات الدوق. الدوق ده ماله بيعمل ايه؟ اول حاجة الدوق ده بيصير في خطوط مستقيمة. وهنعرف كمان شوية. كمان الدوق بينعكس. ومعنى كلمة انه بينعكس يعني مسلا بيصير في اتجاه ولما بيخبط في حاجة مسلا يوم راجع تاني. بينعكس. الدوق بينكسر. والضوق يتحلل. وهناخد كل جزء من ده بالتفصيل. تعالى بقى ناخد اول حاجة اللي هو بالدوق بيسير في خطوط مستقيمة. وعندي مسلا زي التجربة ديت لو انا جابت مسلا آآ تلات الواح. والالواح دي مسلا معمول فيه ثجب في نقطة معينة كده. وسبت الالواح كده وحطيت هنا في الجنب هنا شمعة. هو ولحت الشمعة. وانا جيت ابص من على الجنب التاني. ببص من عند الثجب. هبص يلاقي دوق الشمعة انا شايفه. الشمعة انا شايفها. طب ده جاي بسبب ايه? بسبب ان الدوق بيسير في خطوط مستقيمة. بيمشي في خطوط مستقيمة. طب لو بيمشي في خطوط منحنية. يعني بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل وبينزل. انا مش هقدر اشوف الشمعة. كذلك بردو. لو انا دلوقتي جابت مثلا مصباح كهربي. او كشاف. هو ورفعت ايدي قصد الكشاف كده. ايه اللي هيحصل? ايه اللي هيحصل لما ارفع ايدي قصد الكشاف? ايه اللي هيحصل ان انا هلاقي ورا ايدي تكون الزل. الزل اللي تكون بسبب ان ايدي منعت وصول الدوق للمكان على الحيطة دي. يعني الدوق ياسير في خطوط مستقيمة اهوت. بس ايدي يعتبر جسم اعترض الدوق ده. فكون وراه الزل. ما تنستاش تشترك في القناة علشان يوصلك الدروس الجديدة اول باول. وكمان لو الفيديو عجبك يريد تعمله لايك.